بسم الله الرحمن الرحيم أبنائنا طلب وتطالبات أسف السنة والزراعي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة ومادة محاصيل الحق لجميع التخصصات في الحلقات السابقة احنا عملنا مراجعة عامة ليلة الامتحان حضراتكم معارفين ولو تبعتوا معانا احنا عملنا المراجعة بتاعتنا في صورة سؤال وجواب احنا النهاردة مع حضراتكم في الحلقة بتاعت النهاردة هنكمل سلسلة المراجعة مراجعة ليلة الامتحان وهنستعرض مع حضراتكم بعض الاسئلة اللي انت بتشوفها في ورقة الامتحان علشان تقدر تجاوبها وتذكرها كويس وتقدر تجاوبها وتجيب درجات كويسة وتكون ان شاء الله احد العوامل اللي هي تساعدك على النجاح وبإذن الله بالنجاح وبالتوفيق هنشوف مع بعض في الاسئلة بتاعتنا المجموعة من المسائل على سبيل المثال في مسائل الدورات الزراعية اللي احنا بنشوفها في ورقة الامتحان بتاعتنا مثال زي ده بيقول لك صمم دورة زراعية لمزراعة تزراع بها المحاصيل التالية 15 فدان زرعة شامية و15 فدان ارزة 15 فدان قط و5 فدان برسيم مستديم و10 فدان امح و10 فدان فول بلدي 5 فدان كتان 15 فدان برسيم تحريش موضحا مدة الدورة عدد اقسام الدورة رسم كروكي يوضح توزيع المحاصيل على الدورة الزراعية وكذلك ممكن يطلب منك حساب معامل التكسيف ومعامل التكسيف المحصول ايه للدورة دي احنا هنشوف مع بعض الحل بتاعها والقانون بتاعنا اللي احنا هنعوض من خلاله الحسابات بتاعتنا علشان نقدر نصمم دورة زراعية مناسبة وازاي هننظم المحاصيل داخل الدورة دي بحيث انها تكون تخدم بعضها المحاصيل تخدم بعضها البعض ولما يجي انقض الدورة الزراعية بتاعتي يكون النجد بتاعي نجد بناء وليس نجد ايه تكون الدورة بتاعتي دورة ايه صحيحة تعالوا نشوف اول خطوة في الحل بتاعنا رقم واحد تحسب مساحة المزرعة مساحة المزرعة تحسب ازاي قالك مساحة المزرعة تحسب من مساحة المحاصيل الصيفية مساحة المحاصيل ايه الصيفية ليه مساحة المحاصيل الصيفية وليست الشتوية هقولك لان مساحة المحاصيل الشتوية بيدخل من ضمنها برسيم يسمى برسيم تحريش باخد منه حشة واحدة بس بيزرع قبل محصول ايه القط لا يدرج من ضمن إيه المساحة بتاعتي ممكن في الدورة بتاعت القطن يذكر لك مساحة البرسيم التحريش قد إيه زي المسألة اللي هي معنا دلوقت ذكر فيها 15 فدان برسيم إيه تحريش وممكن لا يذكر إيه خلص فإذا لم يذكر فإنت بتضيف البرسيم التحريش قبل إيه زراعة محصول القطن إحنا بنقول عليه برسيم تحريش وممكن ناس تقول عليه برسيم فحت وفي ناس بتقول عليه برسيم إيه أصاري يعني بتاخد منه حشة أو حشتين أقصى إيه شيء ممكن إيه تغنوا فإحنا هنحسب مساحة المزرعة بتاعتنا أول حاجة أو الخطوة تحسب مساحة المزرعة من مجموع المحاصيل الصيفية مساحة المزرعة بتساوي مساحة المحاصيل الصيفية إيه هي المحاصيل الصيفية عندي كانت 15 فدان زرعة شامية زائد 15 فدان أرز زائد 15 فدان كطن يبقى مساحة المزرعة عندي ساوت 45 فدان 45 إيه فدان إذن المحصول الرئيسي عندي هنا هو محصول القط ويمثل سلسل مساحة يمثل تلت إيه المساحة فيه هنا معلومة لازم أن نقف عندها وناخد بالنا منها كويس اللي هي مسميات الدورة الزراعية والمحاصيل الرئيسية اللي بتسمى بأسماءها الدورة الزراعية إيه هي المحاصيل الرئيسية؟ قالك المحصول الرئيسي يكون المحصول الأقصر ربحا في الدورة المحصول الأقصر ربحا في الدورة أو محصول إيه استراتيجي عندنا هنا في مصر مجموعة ايه محاصيل بتسمى بهم ايه الدورة اول محصول رئيسي عندي هو محصول ايه القط فانا عندي الدورة الزراعية بتكون لاما دورة قطن سنائية او سلاسية او ربعية او دورة ارز او دورة ايه ارز للاراضي ايه الملحية او اراضي ايه شمال الدلتة للمحافظات اللي بتزرع ايه ارز أو دورة أصب للمحافظات أو الأراضي الأديمة اللي هي موجودة في الوجه الإبلي للأراضي اللي بتزرع أصب السكر يبقى أنا عندي هنا أطنو أرزو أصب إيه سكر في الأراضي الجديدة عندي دورة تسمى دورة إيه الفول السوداني اللي أنا بزرع فيها إيه الفول السوداني يبقى دي بعض أنواع من الدورات الزراعية اللي هي يتم تصميمها جوة أو للأراضي الزراعية في جمهورية مصر العربية يبقى دورة اللي عندنا دي هنا underway دورة أطنو ولكن اتكرر معها أرز يبقى أيهما أفضل يبقى الدورة باسمه محصول أرز والأطنو لأن أنا عندي فيه دورة أرز ودورة إيه أطن فأنا هنا بسمي الدورة باسمه محصول الأطن ويزرح فيه منطقة أرز محصول أطن يزرح فيه منطقة إيه أرز يبقى احنا كده مع بعض حسبنا مساحة المزرعة قلنا هتسوي 45 فدينا المحصول الرئيسي عندي محصول القطن يمثل سلس المساحة أو تلت المساحة تاني حاجة هنجيب حاجة اسمها مدة الدورة مدة الدورة بتساوي إيه؟ قالك مدة الدورة بتساوي مدة مكس المحصول الرئيسي في بقعاته بالسنين على نسبة ما يجغله من مساحة الأرض بمعنى أنا عندي القطن بتاع المحصول الرئيسي هيمكس في بقعاته قده إيه؟ هيقعد سنة المحصول الحاولي بحسبه إيه؟ سنة هيقعد 9 شهور أو سنة كاملة بحسبه إيه؟ سنة على نسبة ما يشغله من المساحة يعني أنا عند القطنة هيقعد سنة يبقى واحد على نسبة ما يشغله في المساحة بيشغل عندي تلت المساحة يبقى واحد على تلت يبقى عندي مدة الدورة بتاحتها تساوي تلت سنوات هتساوي كم سنة تلت سنوات يبقى جبتها منين جبتها من القانون اللي بيقول لي مدة الدورة بتساوي مدة ماكس المحصول الرئيسي في بقعته بالسنين على نسبة ما يشغله من مساحة ايه الارض النقطة اللي بعد كده عدد اقسام الدورة ايه هي عدد اقسام الدورة ما الدورة عندي علشان ارسمها لابد عندي سنوات وعندي اقسام اقسم الارض بتاعتي لو دورة سلاسية هقسمها 3 اقسام او 4 اقسام لو دورة ايه ربعية طب انا هحسب عدد الاقسام ازاي يبقى احنا هنحسب مع بعض عدد الاقسام من خلال القانون اللي هنشوفه مع بعض اللي هو بيقول عدد اقسام الدورة بيساوي مدة الدورة بالسنين على مدة ماكس المحصول الرئيسي في بقعاته بالسنين يبقى أنا عندي مدة الدورة بالسنين حسبناها في الخطوة اللي فاتت كانت كم سنة كانت ثلاث سنوات على مدة ماكس المحصول الرئيسي في بقعاته بالسنين اللي هو محصول القطنب يمكس سنة واحدة يبقى ثلاثة على واحد يبقى ثلاثة أقسام يبقى أنا عندي مدة الدورة بتاعتي ثلاث سنوات وعدد الأقسام بتاعها كم قسم ثلاث أقسام يعني أنا هقسم الأرض عندي 3 أقسم كل قسم هزراعه بأنواع محاصيل من المحاصيل الداخلة في ترتيب الدورة أو المطلوب زراعتها في الدورة دي في السنة المختلفة عن التانية ونشوفها مع بعض في الرسم الكروك الخطوة اللي بعد كده هتقسم المحاصيل الداخلة في الدورة إلى رقم واحد محاصيل شتوية والمحاصيل لازم نقسمها محاصيل بقولية ومحاصيل غير بقولية يعني إيه بقولية وغير بقولية؟ هقولك محاصيل بقولية يعني المحاصيل الغير مجهدة للتربة المحاصيل الغير بقولية محاصيل مجهدة إيه للتربة؟ طيب أنا لما أشوف المحاصيل الشتوية بتاعتي اللي داخلها في الدورة هشوف أي محصول بقولي وأي محصول إيه غير بقولي يبقى أنا عندي المحاصيل بقولية الشتوية برسيم تحريش برسيم السديم وفول إيه بلدي المحاصيل الغير بوكولية الشتوية اللي هو محصول الأمح ومحصول الكتان تاني حاجة هاجبها ايه تقسيم المحاصيل الصيفية المحاصيل الصيفية برضو هقسمها المحاصيل بوكولية اللي هي ايه غير مجهدة ومحاصيل غير بوكولية اللي هي ايه المجهدة في المحاصيل الصيفية اللي دخل عندي في الدورة السنادي اللي احنا شفناه في المسألة دي ما عنديش في الصيف ايه بوكولي خالص ولكن انا عندي غير بوكولي محاصيل ايه مجهدة اللي هتزرع ايه في الصيف اللي احنا طلعنا ايه مساحة المزرعة منها وهي ايه الغير بوكولية اللي هي القطن والقرز والزورة ايه الشامية لما كانوا 15 فدان قط و15 قرز و15 ايه زورة شامية احنا كده اسمنا المحاصيل عندي الدخل في الدورة محاصيل صيفية ومحاصيل شتوية والمحاصيل الصيفية لبوكولية غير بوكولية غير بوكولية اللي هي ايه مجهدة الخطوة اللي بعد كده هنرسم الشكل الكروكي بتاع الدورة الشكل ايه الكروكي طيب الشكل الكروكي اللي احنا شفناه قدامنا ده عندنا الدورة كم سنة قلنا الدورة بتاعتنا 3 سنوات وعدد الأقسام 3 أقسام يبقى أنا علشان أرسم الرسم الكروكي ووصل لعدد المربعات اللي هتتحط في الرسم الكروكي هضرب عدد الأقسام في عدد السنوات 3 في 3 بتسع ايه مربعات او تسع اجزاء هيتم توزيع المحاصيل بتاعت ايه فيهم الرسم الكروكي زي حضراتكم ما شايفينه الشكل هيوضح لي السنة والقسم العمود هيوضح السنة والسطر هيوضح ايه القسم بمعنى السنة الاولى في العمود الاول السنة التانية في العمود التاني السنة التالت في العمود التالت السطر تلت الارض في السطر الاول التلت الارض في السطر التاني التلت في السطر ايه التالت تعالوا نشوف مع بعض توزيع المحاصيل أول محصول هحطه 15 فدان برسيم تحريش ثم 15 فدان قط وهسميه بألف اش معنى هقولك لابد أن يحتل المحصول الرئيسي قسم كامل من أقسام الدورة يعني أنا ليه حطيت القطن في الأول لأن القطن هو المحصول الرئيسي إذن عند تصميم الدورة بتاعتي يحتل المحصول الرئيسي قسم كامل من أقسام الدورة هزرع قبليه دلوقت بوزع المحاصيل بتاعتي هبدأ بالشتوي وهنتهي بالصيفي إيه هي المحاصيل الشتوية عندي أنا هبدأ ب15 فدان برسيم تحريش في الشتوي ثم 15 فدان قط في الصيفي على فكرة السنة الزراعية بتاعتنا لما تروح تأجر أرض أو هتأجر لحد أرض السنة الزراعية عندي بتبدأ من 1-11 وتنتهي 31-10 يعني ايه بتبدأ بالشتوي وتنتهي بنهاية زراعة المحاصيل الصيفية أو بنهاية حصاد المحاصيل الصيفية تعالي نشوف تلت الأرض الثاني أو القسم الثاني هنحط في ايه من المحاصيل هتوزع في المحاصيل 10 فدان أمح زائد 5 فدان كتان كده المساحة متسوي 15 وهتزرع مكانهم ايه 15 ده في الشتوي ثم 15 فدان أرز وهسمي القسم ده ايه به ليه أنا سميت القسم الأول والقسم الثاني ايه به علشان لما أعد وزع في السنين التانية والأقسام التانية بدل ما أضيع وقت في كتابة زورة ثم أبرسم تحرير ثم قطن أو أمح ثم أرز لا أنا هسمي أول قسم هسميه ودي له ايه مسميات اللي هو ألف به جيم اللي هي العلامات وهبدأ توزيع العلامات في باقية ايه السنين يبقى تاني قسم عندي زرعنا فيه 10 فدان أمح زائد 5 فدان كتان ده شتوي ثم زرعنا مكانهم 15 فدان أرز اللي هو ايه وسمينا القسم ده قسم ايه به تعالى قسم التالت خدنا فيه في الشتوي 5 فدان برسيم مستديم زائد 10 فدان في البلدي كده 15 فدان عندي ثم 15 فدان زورة ايه شامية وسميت القسم ده قسم ايه جيم يبقى أنا عندي الأقسام عندي ألف به جيم في أول ايه سنة تعالى في السنة التانية هنوزح هنوزحها ازاي تعالى نشوف مع بعض في السنة التانية في السنة التانية في أول قسم هزرع الجيم الجيم اللي هو ايه اللي هو 5 فدان برسيم مستديم زائد 10 فدان في البلدي ثم 15 فدان زورة ايه شامية طيب القسم التاني هزرعه ايه هيبقى ألف ايه هو ألف هيبقى 15 فدان برسيم تحريش ثم 15 فدان قطن يبقى ناقص عندي ايه في السنة التانية القسم الثالث اللي هو به اللي غايب من عندي اللي هو هزرح فيه عشرة فدان أمح زائد خمسة فدان كتان ثم خمسة فدان أرز يبقى أنا كده وزعتك السنة الأولى والسنة ايه التانية تعال نخش على توزيحة السنة التالتة نشوف السنة التالتة أول قسم عندي في السنة التالتة هيكون به ايه هو به هيكون عشرة فدان أمح في الشتاء زائد خمسة فدان كتان ثم 15 فدان ايه في السنة ايه في القسم الاولاني القسم الثاني هيكون جيم ايه هو جيم الجيم عندي هيكون 5 فدان برسيم مستديم زائد 10 فدان في البلدي ثم 15 فدان زراء ايه شامية طيب اخر قسم عندي في السنة الثالثة هيكون الف هزرح فيه ايه هزرح فيه 15 فدان برسيم تحريش ثم 15 فدان اطن يبقى احنا كده من خلال الرسم الكروكي شوفنا المسألة بتاعتنا وتحلت والمحاصيل والتوزيع بتاعتها لما انقضت دورة وتوزيعت المحاصيل المحاصيل كلها تقدم بعضها البعض المحاصيل لم تتقرر زراعتها في نفس ايه القسم في نفس ايه السنة يعني انا جيت في السنة الاولى زرحت 15 فدان برسيم تحريش ثم 15 فدان اطن في نفس المكان مجيتش تاني سنة وزرحت نفس ايه المحاصيل ولكن تم تغيير ايه المحاصيل يبقى انا كده عرفت النظام الاساسي بتاع الدورة اللي هو ايه تعريف الدورة الزراعية اللي هو نظام تبادل وتعاقب المحاصيل في قطعة ارض معينة لفترة زمنية ايه معينة تعالوا نشوف بقية المسألة يبقى المسألة دي بتاعتنا هنسميها ايه دورة كتن ثلاثية في اراضي يصرح فيها بزراعة الارز ليه لان احنا قلنا عندنا المحصول والارز محصول رئيسي بتسمى الدورة ايه باسمه يبقى كده دورة كتن ثلاثية في اراضي يصرح فيها بزراعة محصول القرص طيب هنجيب المطلوب اللي بعد كده المساحة الحقلية زي ما احنا قلنا بتساوي مجموع المساحات الصيفية اللي هي 15 و15 و15 ساوت 45 فدان ايه عندي طيب هنجيب حاجة اسمها المساحة المحصولية ايه هي مساحة المحصولية قالك المساحة المحصولية هي مجموع المساحات الشتوية والصيفية يعني كل المحاصيل اللي انا زرحتها في الصيف زائد كل المحاصيل اللي انا زرحتها في الشتاء هجمعهم مع بعض هيديني المساحة المحصولية اللي أنا إيه زرحتها خلال السنة أنا كان عندي مساحة المزرعة 45 فدان دي المساحة الأرض الواقعية اللي أنا هزرع فيها قدتني إيه مساحة محصولية قدتني يسيد 15 زائد 10 زائد 5 زائد 5 زائد 10 زائد 15 زائد 15 زائد 15 اللي هم 15 فدان قطن 15 فدان أرز 15 فدان زورة شمية 10 فدان في البلدة 5 كتان الشغل ده كليته ساوى 90 فدان يبقى أنا عندي المساحة المحصولية عندي هنا في المسألة طلعت كم؟ طلعت 90 فدان بمعنى أن أنا زرحت الأرض في السنة مرتين زرحتها كم مرة؟ مرتين تعال نشوف المطلوب اللي بعد كده معامل التكسيف المحصولي قال لك معامل التكسيف المحصولي بيساوي المساحة المحصولية على المساحة الحقلية طب المساحة المحصولية احنا حسبينها في الخطوة اللي فاتت طلعت 90 فدان المساحة الحقلية عندي حسبناها في الخطوة اللي قبل اللي فاتت كانت 45 فدان يبقى تسعين على الخمسة واربعين يبقى ساوة ايه اتنين يبقى معاملة تكسيف المحصول عندي ساوة ايه اتنين بمعنى احنا قلناها من شوية في الكلام ان انا زراحت الارض عندي في السنة كم مرة مرتين تعالوا نشوف المطلوب اللي بعد كده سؤال عرف التجربة ثم اذكر الاغراض التي تجرى من اجلها التجارب الزراعية عرف التجربة يعني السؤال ده جاي جزء تعريف هتعرفه ثم هتذكر الكلام بتاعك المقالي او الاجابة المقالية اللي هي الاغراض التي تجرى من اجلها التجارب ايه الزراعية تعالوا نشوف تعريف التجربة بعدها هيقول ايه تعريف التجربة الزراعية هي اسلوب لدراس التأثير معاملة او اكثر على صفة او اكثر في وحدات تجربية متساوية في المساحة متشابهة في الشكل يبقى هنعرف التجربة تاني هي اسلوب لدراس التأثير معاملة او اكثر على صفة او اكثر في وحدات تجربية متساوية في المساحة متشابهة في الشكل طيب يعني ايه دراسة معاملة جميع العمليات اللي أنا بعملها للمحصول في الأرض بسميها معاملات بمعنى الري بيسمى معاملة التسميد معاملة العزيق ايه معاملة فأنا ممكن أدرس تأثير التسميد يبقى معاملة ايه التسميد على صفة أو أكثر ايه هي الصفة ممكن أتكلم على صفة التفريع على صفة الطول على صفة طول السنبلة على صفة عدد الحبوب داخل ايه السنبلة يبقى دي صفات يبقى دي ايه صفات يبقى انا هشوف تأثير المعاملات على ايه على الصفات اللي انا ايه هعملها يبقى ده داخل ايه التجربة تعريف التجربة مرة تانية عشان نحفظه ما ننسهوش هو اسلوب لدراسة تأثير معاملة او اكثر على صفة او اكثر في وحدات تجربية متساوية في المساحة متشابهة ايه في الشكل لابد مساحات التجربية الوحدات التجربية عندي تبقى متساوية يعني لو أنا عندي واحدة تجربية 2 متر في 2 متر كله يبقى 2 متر في 2 متر الشكل بتاعها مستطيل يبقى الشكل بتاعها كله مستطيل مربع يبقى الشكل بتاعها كله مربع ليه علشان ما يحصلش عندي فروق عشوائية وانحرافات توديني إيه في سكة تانية خالص عند تطبيق إيه التجربة تعالوا نشوف بقى الأغراض اللي اتعملت من أجلها التجربة أغراض التجربة الزراعية إيه هي رقم واحد اختبار مدى تأثير المعاملات اختبار مدى تأثير المعاملات زي احنا ما تكلمنا المعاملات اللي احنا بنعملها سواء تسميد أو ري أو عزيء أو معاملات ايه التقاوي باستخدام ايه أصناف ايه مختلفة رقم اتنين تقدير متوسط سلوك أحد المعاملات تقدير متوسط سلوك أحد المعاملات يعني ايه تقدير متوسط سلوك أحد المعاملات يعني أنا لو ضفت للزورة الشامية 100 وحدة أزوت للفدان هيديني قدي إيه أرداب طيب لو أنا ضفت 105 وحدة أزوت هيديني أدقي إرداب لو ضيت 110 أزوت هيديني أدقي إرداب يبقى أنا كده بقدر سلوك المعاملة اللي أنا استخدمها احنا بنقول هنا أحد المعاملات اللي احنا هنطبع عليها سواء كان تريي تسميد أو تقاوي أو عزيب النقطة اللي بعد كده وضع حدود ثقة على متوسطات المعاملات أو الفروق بينهم وضع حدود ثقة على متوسطات المعاملات أو الفروق بينهم يعني ايه وضع حدود ثقة يعني احنا بنقول افضل انتاج لمحصول الزورة الشامية في الاراضي المصرية في الاراضي القديمة خصوصا عند اضافة 150 وحدة ايه ازوت يبقى انا كده ايه حد ثقة عندي في المتوسطات انا عند 150 وحدة ازوت هيديني على سبيل المثال 24 ارتاب يبقى هنا الحد بتاعي كام المية ايه وخمسة وحدة ايه ازوت طيب احنا لو قللنا المية وخمسة المية طبعا هنشوف هيديني كام ارداب يبقى هنا الفروق ايه بين حدود ثقة والمعاملات ايه اللي هي ايه تمت النقطة اللي بعد كده قياس كفاءة التصميم المستخدم قياس كفاءة ايه تصميم المستخدم طبعا احنا عرفنا في تصميم وتجارب بعدة انواع من التصميمات قلنا تصميم تم العشوائية وقطعات كاملة العشوائية ومربع ايه لاتيني وهنعرف برضو في اسئلة هتيجي هتوضح لنا ده بشكل ايه مستفيد واقصر ايه من كده النقطة اللي بعد كده قياس مدى دقة ايه التجربة يعني لما بعمل وحدات تجربية وبكرر المعاملة اكتر من مرة قررتها مرتين ثلاثة خمس مرات يبقى انا كده بوصل لأدق نسبة او لدق تقدير هيتلع من التجربة الزراعية ايه عندي النقطة اللي بعدها الحصول على بيانات تنفع كاساس للتجربة ايه المستقبلية الحصول على بيانات تنفع كاساس للتجربة ايه المستقبلية انا لما اقعد اعمل تجربة زراعية او هطبق تجربة على معاملة معينة مش هعملها وخلاص لازم اشوف اخر معاملة انا بشتغل عليها ايه علشان ابدأ ايه من عندها طيب المعاملة اللي انا بدأت من عندها ديت نتجت عن ايه نتجت عن تجربة سابقة طيب نخش على المثال ده مثال صمم تجربة لمعرفة انسب كمية تقاوي تلزم لزراعة فدان من الزراعة الشامية في ارض متجانسة الخصوبة تماما مستخدما خمس كميات من التقاوي مع مراعاة تقرار كل معاملة اربع مرات مبينة نوع التصميم المستخدم عدد القطع التجربية قروك يوضح توزيع المعاملات لازم الامثلة اللي جيني زي دي تقراها بتركيز عالي جدا 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 ليه تركيز عالي تعالوا نقراه مع بعض وهنقف عند الحتة اللي احنا نركز فيها قالك صمم تجربة لمعرفة انسب كمية تقاوي تلزم لزراعة فدان من الزراعة الشامية هنا قالك انسب كمية ايه تقاوي في اراضي فارض متجانسة الخصوبة تماما الله هي الحتة دي ارض متجانسة الخصوبة ايه تماما ليه قالك الارض متجانسة الخصوبة تماما دي اللي هحدد عليها نوع التصميم اللي انا هستخدمه يبقى الخصوبة الطربة هحدد عليها نوع التصميم المتجنسة الخصوبة فأنا هستخدم هنا تصميم تام العشوائية تصميم تام ايه العشوائية يبقى هنا تصميم المستخدم عندي ادي اول ايه مطلوب مني انا جاوبت عليه اللي هو ايه هستخدم تصميم تام ايه العشوائية مستخدما خمس كميات من التقاوي مع مراعاة تقرار كل معاملة اربع مرات مبينا نوع التصميم المستخدم وعدد قطع التجربية كوروكي يوضح توزيع المعاملات يبقى أنا عندي هنا خمس كميات فأربع معاملات فأنا عندي الرسم الكوروكي هنا هيترسم من كام من عشرين خانة هيكون أربعة في خمسة بعشرين خانة وهنشوفها هتيجي إيه إزاي تعالوا نشوف الحل بتاع المثال ده هيجي إزاي رقم واحد التصميم المتبع هو تصميم تم العشوائي عدد المعاملات عندي كانوا كم معاملة خمس معاملات هتكرر أربع مرات يبقى هدي لكل معاملة عندي رمز هدي لكل معاملة إيه رمز تعالوا نشوف رقم واحد رمز للمعاملة عشر كيلو جرام هسميها ألف هدي لها رمز إيه ألف فاكرين مسألة الدورة الزراعية أن أنا أخدت الأقسام وإديت لكل قسم إيه مسامة ألف به جيب هنا في المعاملات هسمي كل معاملة بإسم هدي لها رمز ألف رمز المعاملة اللي هستخدم فيها عشر كيلو جرام به رمز المعاملة خمسة عشر كيلو جرام للفدان جيم رمز للمعاملة عشرين كيلو جرام للفدان دال رمز المعاملة خمسة وعشرين كيلو جرام للفدان هيه رمز للمعاملة تلاتين كيلو جرام للفدان يبقى أنا كده الخمس معاملات عندي اديت لها رموز ألف به جيم دال هيه ليه لأن أنا هستخدمهم في التوزيع داخل إيه الرسم القروكي تعالوا نشوف عدد القطع التجربية هتساوي 5 معاملات فعدد التقرار بتاعها 4 مرات يبقى أنا عندي 20 قطعة تجربية يبقى هنا عدد القطعة التجربية ساوت 5 معاملات في 4 تقرارات ساوت 20 قطعة تجربية طيب تعالوا نشوف بعد كده ده شكل الرسمي الكروكي بتاعي قولنا عدد المربعات هتساوي عدد المعاملات فعدد التقرار 5 في 24 ايه مربع 20 مربع التصميم عندي ده تصميم ايه قلنا ده تصميم تام العشوائية يعني ايه تصميم تام العشوائية يعني الارض عندي متجنسة تماما في الخصوبة بمعنى ان انا اقدر اوزع المعاملات داخل الرسم الكروكي برحتي يعني مش هتحيز لاي شيء لو تجورت معاملتين بنفس الاسم ألف جنب ألف مش هتفرق معايا سواء في الصفة او في العمود ليه؟ لان الخصوبة عندي متجنسة بداية الارض زي نهايتها من الشارق ايه؟ زي الغرب من الشمال زي ايه؟ زي الجنوب في الخصوبة اذا كده الارض متهيئة عندي ان انا اقدر احط المعاملة في اي ايه مكان والمعاملات دايما بنستخدمها في معاملات أصوبة الزراعية داخل أصوبة لان هي أصوبة انت بتقدر تتحكم في كل الظروف البيئية اللي هي داخل ايه؟ أصوبة تعالوا نوزع مع بعض المعاملات بتاعتنا رقم ألف المعاملة الأولى رقم بيه المعاملة التانية رقم جيم دال ه يبقى انا كده أول خمس معاملات ألف بيه جيم دال ه وزحتهم عشوائي في أول سطر ايه عندي تمام؟ تعالوا بقى السطر التاني بيه جيم دال ه ألف وزحتهم عشوائي مش هابصل اي شيء تجاور او غير ايه او غير تجاور الجزء اللي بعد كده جيم دال ه ألف بيه الجزء اللي بعد كده دال ه ألف بيه جيم يبقى انا كده المعاملات بتاعت وزحتها داخل ايه؟ الشكل الكروكي او الرسم الكروكي ايه؟ بتاعي توزيع عشوائي ما بسطش انا لأي اتجاه سواء عملت اتجاه القطاع بتاعي او اتجاه الصف من الشمال الجنوب او من الشارع ايه؟ للغرب ليه؟ لان انا عندي هنا نوع التصميم عندي تصميم تام العشوائية طيب يبقى نوع التصميم هنا تام العشوائية او العشوائي الكامل او العشوائي الكامل تعالوا نشوف المثال بعد كده مثال تاني شبيه ليه؟ صمم تجربة لمعارفة انسب كمية تقاوي لتلزم لزراعة فدان قطن مستخدما خمس كميات من التقاوي مع مراعاة تقرار كل معاملة خمس ايه؟ مرات فما هو نوع التصميم المستخدم وما هي خطواته اذا علمت ان الارض تتدرق خصوبتها من الشرق الى الغرب اقرى تاني المثال معايا صمم تجربة لمعارفة انسب كمية تقاوي لزراعة فدان قطن انا هنا هستخدم خمس كميات يعني انا عندي كم معاملة عندي خمس ايه؟ معاملات مع مراعاة تقرار كل معاملة خمس مرات انا هنا هقرار المعاملة كم مرة؟ خمس مرات يبقى انا عندي رسم الكروكة هيكون كام؟ هيكون خمسة وعشرين خانة لانه هيساوي عدد المعاملات في عدد المكرارات خمسة في خمسة تساوي خمسة وعشرين وما مع مراعاة تقرار كل معاملة خمس مرات فما هو نوع التصميم المستخدم وما هي خطواته إذا علمت أن الأرض تتدرك خصوبتها من الشرق إلى الغرب هناك في المثال اللي فات قالك الأرض متجانسة تماما فقلنا اخترنا لها التصميم التام بالعشوائية هنا قالك الأرض تتدرك خصوبتها من الشرق إلى الغرب كده حدد لك نوعين إيه لاتجاه الخصوبة قالك من الشرق للغرب إذن نوع التصميم اللي أنا هستخدمه هنا هستخدم حاجة اسمها قطاعات كاملة العشوائية نوع التصميم عندي قطاعات كاملة العشوائية وإيه اللي خلاني اخترت قطاعات كاملة العشوائية اللي هو تدرج الخصوبة ولكن لو قالي الأرض متجانسة الخصوبة اخترت تصميم تم العشوائية ولكن هنا الأرض عندي من الشرق للغرب فأنا هخترت قطاعات كاملة العشوائية تعالوا نشوف مع بعض حل المثال التصميم المتابع هو تصميم قطاعات كاملة العشوائية وعدد المعاملات خمسة ورموزها لابد أن نعطي لكل معاملة رمز زي ما حصل هناك إدنا ألف وبه وجيم للمعاملات تعالوا نشوف التوزيع بتاعها رقم ألف رمز للمعاملة عشرين به للمعاملة خمسة وعشرين جيم للمعاملة تلاتين ده للمعاملة خمسة وثلاتين هه للمعاملة ربعين عدد مكررات هنا بتسوي خمس مكررات اللي هي بتسوي عدد ايه قطاعات اللي هي احنا قلنا ايه هيكون عندي خمس قطاعات بتسوي خمس مكررات وخمس معاملات وخمس مكررات هتسوي خمسة وعشرين ايه قطع القطاعات عندي هيكون خمس ايه قطاعات تعال عدد القطاع التجربية خمسة في خمسة هيسوي خمسة وعشرين قطعة ايه تجربية تعال نشوف الرسم الكروكي مع بعض هنا هيكون فيه اختلاف هناك أنا صممت المربع بتاعي رسمته خمسة فاربعة بعشرين خانة في السطر ايه وفي العمود لكن هنا لابد ان احدد اتجاه الخصوبة وارسم اتجاه الخصوبة جنب الجدول بتاعي طب انا هرسمه ازاي انا هرسم نفسي كده هعمل نفسي طيارة كده اعمل نفسي ايه طيارة ايدي كده اليد اليمين ناحية الشرق الغرب دماغي ناحية الشمال رجلية ناحية ايه الجنوب يبقى انا كده قدام الورقة فهعمل نفسي كده زي الطيارة شرق غرب كده في الشمال ورجلية ناحية ايه الجنوب ارسمها طيب تعال نشوف بقى هنرسم الجدول اتجاه تدرج ايه الخصوبة ادي عملت السهم بيقول ايه من الشرق الى ايه الغرب وارسم القطاع بتاعي المربعات بتاعتي هيكون خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ايه مربع وهسمي العمود الاول قطاع واحد العمود التاني قطاع اتنين العمود التالت قطاع ثلاثة العمود الرابع القطاع اربع العمود الخمس قطاع خمسة ليه احنا سمناها قطاعات علشان لما اجي اوزع المعاملات بتاعتي داخل القطاعات لابد ان لا تتقرر المعاملة داخل القطاع لا تتجاور داخل ايه القطاع يعني ما ينفحش في الف جيمت تحتها الف لا ولكن ممكن تتجاور جيمت القطاع يعني القطاع واحد في الف بدأت ب الف ممكن قطاع اتنين ابدأ برضو ايه ب الف ممكن ابدأ ايه ب الف ولكن ما ينفحش أكون في القطاع واحد فيها ألف وتحتيها المربع الثاني هيكون فيها ألف إذن في القطاعات الكاملة العشوائية لا تتجاور داخل أي قطاع ولكن تتجاور بجوار أي قطاع تعالوا نشوف التوزيع بتاعها مع بعض اللي هم الخمس معاملات الألف والبه والجيم وده لحد اله نشوف التوزيع بتاعها ازاي نشوف مع بعض قطاع واحد هيكون أول معاملة ه ألف به جيم دال يبقى احنا كده وزعنا ايه توزيع عشوائي داخل ايه القطاع ما تجاورتش المعاملات يعني ما فيش هه جات تحتيها او الف جه تحت الف طيب نوزع القطاع التاني هه الله ده هنا تجاوره اهوت احنا قلنا اتجاه الخصوبة من الشمال للجنوب تمام داخل القطاع ما تتجاورش ولا تتكرر ولكن تتجاور ايه في القطاعات يعني القطاع واحد ممكن تيجي معاملة ايه في القطاع التاني مشابهة ايه ليها طيب بعد كده به الف جيم دال شوفوا اتجاوروا مع بعض طيب القطاع التالت الف به جيم دال هه طيب احنا مش ملاحظين حاجة ان التوزيع عشوائي داخل ايه القطاع ما ليش دعو بالقطاع التاني بدأ بالف او بدأ به او بدأ بجيم ما ليش دعو انا وزعت التوزيع بتاعي داخل القطاع عشوائي اتجاورت جنب القطاع التاني مش مشكلة ان جيت جنب به مش مشكلة جيم جيت جنب جيم مش مشكلة ولكن ما تجيش ايه تتجاور في نفس ايه القطاع طيب قطاع 4 نوزع ب ألف جيم هه دال طيب قطاع 5 جيم ب ألف هه دال نبقى احنا كده وزعنا المعاملات بتاعتنا داخل التصميم بتاعنا اللي هو قطاعات كاملة العشوائية التي تندرج القصوبة فيها من الشمال من الشرق ايه الغرب زي ما حددنا ايه نوع الخصوبة وكانت في المسألة طيب فيه نقطة فنية هنا لابد ان انظر لها نظرة ايه كويس ايه ايه هي قال لك اتجاه القطاع لابد ان يكون على عمودي على اتجاه ايه الخصوبة يعني اتجاه القطاع زي احنا ما شايفين من الشرق للغرب فالقطاع جي ايه عمودي عليها زي احنا ما شايفين ولكن اذا كان من الشمال للجنوب او من الجنوب للشمال فكانت القطاعات هتبقى ايه مش هتبقى العمود بقى هنا القطاع العمود كان هيبقى السطر هو ايه القطاع السطر هو ايه القطاع التصميم عندنا هنا تصميم قطاعات كاملة العشوائية تصميم قطاعات كاملة ايه العشوائية تعالوا نشوف مثال تاني مثال قال لك صمم تجربة المعارف تانسب اصناف الزراء السفراء من بين الاصناف الاربع المستوردة من الخارج لزراعاتها في مصر علما بأن أرض التجربة غير معروفة التجانس أو غير معروف تجانسها واتجاه خصوبتها وضح خطوات السير في التجربة مع الرأس مبينا لمعاملات ونوع التصميم المسألة دي فيها حتة تحير شوية ممكن أخش الأرض كده ممكن أخذها على تم العشوائية ليه لأنا قال لي ما يذكر ليش اتجاه الخصوبة ماشي بس هنا قال لك إيه غير معروف إيه تجانسها يعني الأرض اللي أنا هشتغل فيها ما عرفش الحطة القوية فين والحطة الضعيفة فين الخصوبة بتاعتها بتتجه من الشمال للجنوب ولا من الشرقية للغرب دي حاجة فأنا كده مش هينفع أستخدم التصميم إيه لتم العشوائية والقطاعات كاملة إيه العشوائية في حتة هنا لعبة برضو في المسألة بتحتاج الطالب الزكي قال لك هنا أصناف أربع أصناف مستوردة من الخارج إذن أنت هتضيف هنا صنف محلي خامس هتضيف صنف محلي إيه خامس سيبقى تعالوا نحل مع بعض المسألة ونشوف التصميم هيتحل إزاي التصميم المتابع هو تصميم مربع إيه لاتيني قلنا تصميم مربع لاتيني ليه لأن الأرض غير معروفة إيه التجانس أرض غير معروفة إيه التجانس ولا تدرج الخصوبة بتاعتها معروف من إيه تمام عدد المعاملات عندي هنا خمس إيه معاملات ورموزها كالآتي تعالوا نشوف رموز المعاملات رقم ألف رمز للصنف المستورد رقم واحد به رمز للصنف المستورد رقم اتنين جيم رمز للمستورد رقم ثلاثة ده لرمز للمستورد رقم أربعة هي رمز للصنف المحلي المضاف للمقارنة لأن أنا جايب حاجات من بره ما تزرعيش قبل كده في مصر فأنا أزرع صنف محلي أو من نوع من داخل جمهورية مصر العربية تم زرعته وتأقلم وأشوف المقارنة بين الأصناف ديت مع الصنف إيه المحلي عدد المقارنات بيساوي عدد المعاملات هنا هيساوي خمس إيه مقارنات هيساوي خمس إيه مقارنات تعالوا نشوف التصميم بتاعنا عدد القطعة التجربية هتساوي خمسة في خمسة بخمسة وعشرين إيه قطعة تجربية يعني أنا هنا عندي الشكل الكروكي عندي هيكون كم مربع هيكون خمسة وعشرين مربع خمسة إيه في خمسة تعالوا نشوف الشكل بتاعه ده شكل الرسم الكروكي بتاعي اللي أنا هوزع فيه المعاملات هنا اختلف لو عملنا مقارنة بين الثلاث أشكال الكروكية للثلاث أنواع متصميمات تم العشوائية ما حددتش فيه لصف ولا عمود ما كتبتش قطاعات كاملة العشوائية حددت القطاع قلت العمود ده قطاع واحد ده قطاع اتنين ده قطاع تلاتة ورسمت له اتجاه الخصوبة زي ما ذكرهولي ايه في المسألة قلت له اتجاه الخصوبة من ايه من الشارق إلى الغرب أو من الشمال ايه إلى الجنوب وكان هيبقى قطاع عمود ايه على اتجاه الخصوبة ولكن في التصميم مربع لاتيني هنا لازم أحدد صف وعمود أحدد له عمود واحد عمود اتنين عمود تلاتة صف واحد صف اتنين صف تلاتة ووضحهم ليه علشان التصميم ما يدخلش معايا ايه في سكة تانية ايه خالص تعالوا نشوف التوزيع المعاملات داخل ايه الصف وداخل العمود طيب في المربء في التصميم ده خلي بالك من التصميم كويس وركز معايا علشان فيه نقطة هنقولها ايه في الاخر خاصة بالتصميم ده تعالوا نشوف المعاملات مع بعض هتتوزع ازاي المعاملة رقم الف في العمود الاولاني في صفه واحد ب جيم دال ه دول الخمس ايه معاملات بالخمس اصناف في العمود الاول تعالوا نشوف العمود التاني ب جيم دال ه الف طيب نوزح في العمود التالت جيم دال ه الف ب التوزيع في العمود الرابع هيكون دال ه الف ب جيم العمود الاخير رقم خمسة التوزيع بتاعه يكون ماشي ازاي هيكون ه الف ب جيم دال ايه هي اللي اختلف عندي هنا ان ممنوع منع عن بات تنتقرار المعاملة داخل الصف او العمود يعني في القطاعات كاملة العشوائية تجاوره به جات جنب به بس دي في القطاع ودي ايه في القطاع قطاع واحد كان فيها به في الخطوة رقم اتنين به في القطاع الثلاثة كانت ايه في الخطوة رقم اتنين تجاوره في القطاعات في التام العشوائية ممكن يتجاوره في الصف وفي العمود ولكن في التصميم مربع يتيني ممنوع تجاور المعاملات لا في صف ولا في عمود عشان كده شفنا التصميم بتاعنا لو بسيط في توزيع المعاملات كويس داخل الشكل الكروكي بتاعي هتلاقي ان كل جميع جميع المعاملات لم تتجاور او تتكرر داخل الصف ايه او العمود ليه لان عندي هنا الخصوبة ممكن يقولك في اتجاهين متعامدين او غير معلومة ايه التجانس او غير معلومة ايه التجانس اذا هنا وزعت المعاملات داخل الصف والعمود بقى لا تتكرر المعاملة داخل الصف ايه او العمود اذا نوع التصميم عندي هنا تصميم مربع لاتيني مربع ايه لاتيني وناخد بالنا كويس واحنا بنقرأ مسائل تصميم وتحليل التجارب الزراعية تعالوا نشوف سؤال بعد كده مثال احسب متوسط محصول الفدان من الزورة الشامية اذا كان محصول الوحدة التجربية هو عشرين كيلو جرام ومساحتها واحد على متين من الفدان ووزن الاردب من الزورة الشامية مية واربعين كيلو جرام بمعنى انت دلوقت المعاملات بتاعتك انت طبقتها داخل الوحدات التجربية بتاعتك في نوع التصميم اللي انت اخترته في المسائل اللي فاتت وديك المتوسط ده قالك قطعها مساحتها واحد على متين من الفدان عطتك 20 كيلو جرام إيه انتاج طيب الفدان بتاعها هيدأد إيه في الزورة تعالوا نشوف المثال هيتحل إزاي قالك متوسط محصول الفدان بيساوي المحصول المتحصل عليه من الوحدة اللي هو العشرين كيلو فيه مقلوب المساحة على وزن وحدة التعامل مقلوب المساحة هناك كانت واحد على متين يعني هتكون متين على واحد على وزن وحدة التعامل اللي هو وزن إيه الأرداب بتاع الزورة اللي ذكره لك 140 كيلو جرام تعالوا نعوض الكلام بتاعنا ده بالأرقام يبقى ديها تساوي عشرين في متين اللي هي المحصول المتحصل عليه في متين اللي هي المتين على واحد على 140 اللي هي المية واربعين كيلو جرام وزن أرداب الزورة الشامية ساوت 28.5 أرداب للفدان يبقى أنا عندي القطعة التجربية اللي مساحتها واحد على متين ادتني 20 كيلو جرام للزورة الشامية الفدان بتاعها هيدي معايا 28.5 أرداب للفدان تعالوا نشوف كمان مثال مثال متوسط محصول الفدان من القمح إذا كان محصول الوحدة التجربية الذي مساحتها 3 في 3.5 متر اللي هي واحد على 400 من الفدان هو 9 كيلو جرام ووزن الأرداب من القمح بيساوي 150 كيلو جرام هتحسب المتواصل بتاعها هنا زود لك حتة كده ادهالك عشان يتوهك بها إيه اللي هي إيه قالك المساحة بتاعتها 3 في 3.5 ماشي طيب ما هناك ذكرها لك على طول ادهالي مباشرة كانت واحد على متين ما ذكر ليش الأبعاد بتاعتها قد إيه ماشي ولكن هنا في المثال ده ادهالك زود لك حتة كده إيه يتوهك بيها بيشوفك صاحي ولا مش صاحي شوف طبق المثال بتاعك وطبق القانون تعال نشوف مع بعض متوسط محصول الفدان بيساوي المحصول المتحصل عليه من الوحدة في مقلوب المساحة على وزن وحدة إيه التعامل طيب المحصول المتحصل عليه ساوت ساوت 9 كيلو جرام فيه 400 اللي هي مقلوب وحدة المساحة 1 على 400 على وزن وحدة التعامل اللي هي 150 كيلو جرام اللي هو وزن أرداب بالأمح وزنه كام 150 كيلو جرام الأوزن دي نحافظينها من أولى و تانية طلعنا بها عارفين الوحدات الوزن المحاصيل المختلفة وزن الانطار كام وزن الانطار القطن الزهر كام القطن الشعر كام وزن أردب الأبحي كام الشعير كام البرسيم كام كله نكون عارفين يبقى 9 في 400 على 150 ساوت 24 أردب يبقى القطعة دي الفدان بتاعها هيديني 24 أردب بإيه للفدان طيب تعالوا نشوف مثال تاني نوع تاني من أنواع الأسئلة هنشوفها عرف كل من عرف طبعا هتتكلم وهتعرف هتعرف إيه التصميم التام العشوائي اللي احنا شفناه في المثال الأولاني تعرف بتاعه إيه التصميم التام العشوائي والعشوائي الكامل قال لك وذلك التصميم الذي تتوزح فيه المعاملات التجربية عشوائيا على جميع الوحدات التجربية المتجنسة ويستخدم في التجارب المعملية والصوب والتجارب التي يمكن التحكم في ظروفها تصميم التام العشوائية هو ذلك التصميم الذي تتوزح فيه المعاملات التجربية عشوائيا على جميع الوحدات التجربية المتجنسة ويستخدم في التجارب المعملية والصوب والتجارب والتي يمكن التحكم في ظروفها الصوبة أنا أقدر أتحكم في ظروف بتاعتها أواحد لها درجة الحرارة ودرجة الرطوبة عن طريق استخدام السخنات والتكيفات ممكن أواحد كمية مياه الرأي عن طريق شبكة الرأي أن أنا أفتح مثلا نصف ساعة لكل إيه في الرأي الوحدة ومعروف معدل إيه التصرف بتاع النقطات بتحت داخل الصوبة يبقى أنا كده أقدر أتحكم إيه في الظروف داخل إيه التصميم ده تعالوا نشوف تعريف البعض كده تصميم قطاعات كاملة العشوائية القطاعات كاملة العشوائية التصميم بتاعها إيه التعريف بتاعها إيه لك هو ذلك التصميم الذي تتوزح فيه المعاملات التجربية عشوائيا داخل القطاعات بحيث لا تتكرر أي معاملة داخل قطاع واحنا نوهنا عليها وفهمناها من خلال توزيع المعاملات بتاعتنا الألف والبيه والجيم قلنا داخل القطاع مش هتتجاور ولا هتتكرر ولكن جنب القطاعات بجوار بعدها ممكن تتجاور في القطاعات المختلفة يبقى تصميم القطاعات كاملة العشوائية وذلك التصميم الذي تتوزع فيه المعاملات التجربية عشوائيا داخل القطاعات بحيث لا تتكرر أي معاملة داخل القطاع تعالوا نشوف التصميم اللي بعد كده التعريف بتاعه التصميم المربع اللاتيني التصميم مربع اللاتيني التعريف بتاعه قالك هو ذلك التصميم الذي تتوزع فيه المعاملات التجربية عشوائيا داخل الأعمدة والصفوف بحيث لا تتكرر أي معاملة داخل الصف الواحد داخل العمود الواحد أو الصف الواحد زي ما قررناه مش إحنا بعد ما وزعنا المعاملات بتاعتنا الخامسة الألف بهجيم دالك حتى لهيه داخل الصف وداخل العمود وقلنا في نقطة لازم نفهمها ونخد بالنا منها ونقف عندها هي الوقفة دية إن المعاملات لا تتقرر داخل الصف ولا داخل العمود في التصميم المربع اللاتيني يبقى تعريف التصميم المربع اللاتيني هو ذلك التصميم الذي تتوزح فيه المعاملات التجربية عشوائيا داخل الأعمدة والصفوف بحيث لا تتقرر أي معاملة داخل العمود الواحد أو الصف طيب تعال نشوف حاجتات تعريف المجتمع إيه هو المجتمع؟ المجتمع إحنا بنقول المجتمع المصري أو بنقول المجتمع الباشر أو بنقول المجتمع الناحل أو بنقول المجتمع الحشرة إيه هو المجتمع؟ التعريف بتاعه دي تعريفات بتيجي في التصميمات خاصة بتصميم وتحليل التجارب الزراعية إيه هو المجتمع؟ تعال نشوف تعريف المجتمع مع بعض هو مجموعة من المفردات معرفة تعريفا دقيقا وذات خصائص محددة هو مجموعة من المفردات معرفة تعريفا دقيقا وذات خصائص محددة يعني ايه الكلام ده يعني احنا دلوقت لو قلنا المجتمع ده كل ايه كل الناس اللي فيه تتميز بصفة الطول وصمراء البشرة يبقى احنا كده مجموعة من المفردات معرفة تعريفا دقيقا ذات خصائص محددة طول وصمر تمام تعالوا نشوف التعريف اللي بعد كده العينة ايه هي العينة العينة دايما عرفة كده انها جزء من المجتمع ممثل للكل ما اروحش اتعايز لحاجة تعالوا نشوف التعريف بتاعها عبارة عن مجموعة من المفردات مأخوزة من المجتمع عن مال التمثيله وهي جزء ايه من المجتمع يبقى هي جزء من المجتمع ممثلة ايه للكل بمعنى انا عندي المجتمع بتاعي فيه اشخاص متميزين بطول القامة وفيه اشخاص متوسطة القامة وفيه اشخاص قصيرة القامة لما اخد عينة ما اروحش ااخد الطوال لوحديهم او القصيرين ايه لوحديهم او المتوسطين طول لوحديهم لا انا اخد اقول مثلا ايه اخد رقم واحد اتنين تلات اربعة او اخد رقم واحد واربعة وسبعة وثمانية عشوائي ده هيجي العينة بتاعتها هيجي فيها الطويل وفيها القصير وفيها متوسط الطول التعريف البعد كده المعينة ايه هي المعينة؟ هي طريقة لاخذ جزء من المجتمع للتوصل الى خصائص هذا المجتمع بطريقة اسهل لتوفير الوقت والجهد والتكاليف يبقى المعينة هي طريقة لاخذ جزء من المجتمع للتوصل الى خصائص هذا المجتمع بطريقة اسهل لتوفير الوقت والجهد ايه والتكاليف يعني المعينة الطريقة اللي اخد منها بها ايه العين طيب التعريف اللي بعد كده الخزب ايه هو الخزب؟ احنا قلنا الخزب ده متعلق ايه بالطربة أو عرفناه في الحلقات اللي فاتت برضو وبنقرره دايما لأن ده أضيف شرف موجود عندنا في جامع الامتحانات في التعريفات سواء كان نوع الخزب العام أو الأنواع بتاعته اللي هو الخزب الدائم أو الخزب المؤكد أو الخزب الطبيعي أو الخزب الصناعي فهنا لما بنقول تعريف الخزب هي مدى قدرة الأرض على إمداد النبات بما يلزمه من العناصر الغذائية بالكميات والصور الملأمة وليه تعريف تاني ممكن أقوله هي قدرة الأرض على إنتاج المحاصيل بما تحتويه من عناصر غذائية يعني لو قررنا الكلام ده بدهت لا يكلام هو كله واحد يبقى الخزب عندي هي مدى قدرة الأرض على إمداد النبات بما يلزمه من العناصر الغذائية بالكميات والصور الملأمة العناصر الغذائية ممكن تكون متوفرة في الأرض طبيعي بسميه خزب دائم ولكن ممكن العناصر الغذائية أنا بضيفها زي الأرض الرملية كده بسميه خزب إيه مؤقت يعني أنا اللي بضيف إيه المواد الغذائية تعالوا نشوف تعريف تاني الخزب الدائم هو قدرة الأرض على إنتاج المحاصيل بما تحتوي من عناصر غذائية وإمداده بالكميات والنسب الملأمة إيه طبيعيا زي الأرض الأديمة دائما الخزب الدائم عندي بصوره على طول هي الأرض الطينية الأرض الطينية فيها جميع العناصر إيه الغذائية بدون إضافة ولكن أنا لما بضيف تسميد أو بضيف أي حاجة تاني لتحسين إيه الإنتاج ولكن لو أنا روحت زرحت الحاجة في الأرض الرملية ما فيهش خصوبة النبات عندي مش هيقدر يكمل معايا فترة حياته ولا يديني أي نوع من أنواع المحاصيل ولا يديني جزء اقتصادي ليه أقدر أستخدمه إيه بعد كده يبقى الخزب الدائم عندي هو قدرة الأرض على إنتاج المحاصيل بما تحتوي من عناصر غذائية وإمداده بالكميات والنسب الملأمة طبيعيا تعالي نشوف التعريف اللي بعد كده الخزب المؤقت يبقى احنا كده جبنا الثلاث أسماء للخزب الخزب العام الخزب الدائم والخزب المؤقت تعريف الخزب المؤقت هو قدرة الأرض على إنتاج المحاصيل بإضافة هناك كان طبيعي بما تحتويه من عناصر غذائية ولكن هنا الخزب المؤقت قدرت الأرض على إنتاج المحاصيل بإضافة العناصر الغذائية المناسبة لنوة والمحاصيل بالكميات المطلوبة وإعطاء إنتاج اقتصادي يعني في الأرض الرملية أنا لم أعطيت سماد مسميتش في المواعد المناسبة بأنواع الأسميدة المختلفة لأن بك الأسميدة الكبرى والأسميدة الصغرى مش أخد أي محصول خالص من المزرع اللي أنا زرعه ولكن في الخزب الدائم الأرض ممكن تديك محصول من غير ما تدي لها سماد أو كماو تعال نشوف تعريف بعد كده المتوسط الحسابي دي المتوسط الحسابي دي في التصميم وتحليل التجارب والإحصاب نسميها مقاييس النزعة المركزية المتوسط الحسابي إيه هو المتوسط الحسابي؟ قالك عبارة عن مربوع القيم مقسوما على عددها يعني إيه؟ يعني أنت بيجيب لك سؤال زي ده ممكن يجيب لك في صورة تعريف وممكن يجيب لك في صورة مسألة يعني إيه؟ يعني ممكن يجيب لك مجموعة قيم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة لحد مثلا التسعة ويقول لك احسب المتوسط الحسابي بتاعها فأنت هتجمعهم على بعضيهم واحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد اربعة زائد لحد التسعة هتشوفهم هيبقوا قد ايه؟ وتقسمهم ايه؟ على عددهم المتوسط الحسابي عبارة عن مجموع القيم مقسوما ايه؟ على عددها تعال نشوف تعريف تاني الوسيط ايه هو الوسيط تعال نشوف تعريفه هو القيمة الموجودة في المنتصف عندما يكون قيم عدد القيم فردية ويساوي متوسط القيمتين الموجودين في المنتصف عندما يكون العدد القيم ايه؟ زوجية يعني أنا عندي خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ماشي؟ الوسيط بتاعهم واحد اتنين تلاتة يبقى الوسيط بتاع الخمسة رقم تلاتة في حالة العدد ايه؟ الفردي ولكن اذا كان عندي العدد زوجي اللي هو 1-2-3-4-5-6 يبقى هيكون عندي رقم 1-2-4 وخمسة 3-4 هيكون ايه اللي هيتوسطه العدد ايه الزوجي هياخده اللي هو 3-4 يبقى انا قبليه هيكون فيه 200 اللي هما 1-2 وبعدهم 5-6 وال3-4 مثال الوسيط للقيم الزوجية تعالوا نشوف تعريف كمان المدى ايه هو المدى ايه هو المدى هو الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة يعني انا الفرق بين 1 و10 اقل قيمة عندي واحد واكبر قيمة ايه 10 هو ده المدى يبقى تعريف المدى عندي هو الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة يبقى احنا كده مع بعض عملنا مراجعة سريعة في صورة سؤال وجواب لمدة محاصيل الحق احنا تمنى من الله ان حضرتك تقدر تذاكر كويس ويجاوب كويس وتنظم ورقتك كويس وتقرأ سؤال كويس ومنتظرين اسئلتكم على رابط الحلقات بتاعتنا وعلى قناة مصر مصر التعليمية للتعليم الفني على اليوتيوب اسأل واحنا هنجاوبك اسأل معلمك واحنا هنجاوبك في اي سؤال انت هتحتاجه قبل ما تدخل الامتحان بتاعك ما تتردتش بالراحة كده وذاكر كويس ورتب افكارك رتب ورقتك كويس نظمها كويس كل سؤال ايه في صفحة لو سؤال كبير خليله ايه صفحة طين وسيب ايه مسافة وحسن ايه الخط ونظم ايه ورقتك واحنا في انتظار اراءكم وتعليقاتكم واسئلتكم على رابط القناة على اليوتيوب علشان نقدر نتواصل معك ونقدر نوصل لك المعلومة اللي تقدر تستفيد منها وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة انا سأدعكم الله اللازل لا تضيع ودائعه ونتمنى لكم النجاح والتوفيق باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته